السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بليس حلقة اليوم ستكون مميزة جدا ببساطة لأننا سنقوم بلعب كأس العالم في لعبة الببيس 2018 الشيء الذي قررته في هذه السلسلة جديدة هي أنني سأدخل هنا وسأقوم باختيار جديد لكي نقوم بلعب كأس في لعبة الببيس وطريقة إنشاء كأس العالم فهي سهلة جدا ما عليكم فعله فقط المجي إلى هنا في فا ورد كوب واختيار كأس العالم الخاص بروسيا 2018 سنلعب في روسيا كالعادة هنا في إمكانكم اختيار صعوبة اللعب صراحة صعوبة اللعب الأسطورية من المستحيل يا شباب أن أفوز عليها بالنسبة للمستوى الخاص بي فإنه من المستحيل أن أفوز عليها بالنسبة للعب الممتاز في كأس العالم يلعبون بشكل رهيب جدا لهذا الشيء الذي سأفعل هو أنني سأختار اللعب الممتاز سأقوم بتخفيض وقت المباراة لسبعة دقائق سأفتح لإصابات عدد المستخدمين واحد لأنني سألعب لوحدي وسندخل الآن يجب علي اختيار الفريق سأختار الفريق المغربي لأنني سنلعب بالمغرب في كأس العالم لكي نرى هل سنستطيع فعلها أم لا ستلاحظون بأن قوة المغرب لقد ازدادت أصبحت عندها 90 في الهجوم ببساطة لأني مشترك يا شباب مع المغرب نعم لهذا السبب قوتها لقد أصبحت عندها 90 الشيء الذي سأفعله هو أنني سأقوم بتعديل هذه الفرق وسأختار نفس الفرق لمشاركة في كأس العالم الخاص بروسيا لهذا الشيء الذي سأفعله سأقوم بتسريع الفيديو وسأعود لكم عندما أنشهي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنلعب اول مباراة ضد ايران تشبيل حقيقية اثقاء كما سيحدث في كاس العالم سأتي هنا لخطة اللعب والشيء الذي سأفعل هو انني سأغير الخطة لن العب بهذه الخطة بل سأقوم بتغييرها بما انني انا هو المدرب ففي امكاني تغيير الخطة سألعب او نعم نعم عندي هنا خطة قمت بحفظها سأقوم بتحميلها وهي خاصة بريال مادريد يا حبيبي ها هي خطة ريال مادريد وعندي كذلك هنا خطة خاصة بالمغرب لكني لن اقوم باستعمال تلك الخطة بل سأستعمل خطة ريال مادريد سأخرج مونير الحدادي وسأدخل بونو الان سنلعب على الهجوم انا سألعبي اثقاء في جنحها لليمين حارث ستعود انت الى هنا وستخرج وسيلعب في مكاني كزياش وهذه الخطة التي سألعب بها لحد الان كارسيلا في الجنح اليمين ياسين في الجنح اليسار العربي في الهجوم زياش بالهندة القنطاري وعندنا هنا الدفاع كالعادة الدفاع لا بأس بي حارث المرمى سيء جدا لكن اتوقع باننا سنستطيع الفوز لما لا نفوز بكأس العالم في لعبات الباس 2018 الان سأعود الى هنا سأقوم بعمل سيف جيم على السريع بعدها سندخل لكي نبدأ اللقاء العربي كما تلاحظون معنوياته فهي نازلة جدا لهذا سأقوم باخراجه سأدخل بطيب اغلب اللاعبون الاساس عندها المعنويات مرتفعة شيئا ما لكني لن ادخله لانها ليس قوي كفاية مونير الحدد معنوياته ومرتفعة سأدخله مكان بونو وهذه الخطة التي سألعب بها ضد ايران وبداية المباراة اول مباراة من كأس العالم في لعبات الباس 2018 المغرب سيلعب ضد ايران من اللازم علي الفوز على ايران لا يوجد يا شباب شك في هذا يجب علي الفوز على ايران لكي يكون عندي على الاقل امل ولو ضئي لكي نستطيع التأهل لان المباراة القادمة فالناس ستكون صعبة جدا وخصوصا اننا سنلعب ضد البرتغال وكذلك الفريق الكبير جدا وهو فريق اسبانيا احسنت احسنت انا موجود يا شباب رقمي هو العشرون لكن لا يهم نسيت لم اقوم بتغيير الارقام لا يهم سأحاول المرور حسنا خذ يا صديقي جيد خذ ممتاز زياش لا احمدي مرة اخرى لم تمر الكرة قلت لكم بان طريقة لعي فانها ستكون صعبة جدا لكننا سنحاول ان شاء الله الفوز من اللازم علي الفوز لن احاول الفوز بل يجب علي الفوز هيا هيا يضغطا احسنت احسنت مشكل مشكل لقد مار اللا احكوا كيف امر خدها خدها ميننا اوو قد ضغط عليه خدوا الكرة مينة احسنت احسنت drifting الحمد لله طريقة لعبين decisivity خطيرة جدا بالنسبة للفوز فى كأس العالم فى انها تلعب بشكل جيد لا اعلم كيف يفعلونها لكنهم يفعلونها مشكل مشكل سددوا احسنت احسنت امسك ابيع الحارس اوكي خد الكرة يا حبيبي انا ذهبت قد هربت في الجناح يا سلام الكرة جاءت عندي الآن سأحاول الهرب جميل جميل جدا هربت خذ يا صديقي أحسنت مرة أخرى يا سلام عليك يا سين هربت يا رمولينكو هرب يا حبيبي مررت لم أمر لكن من الجيد من الجيد أنا هو المدرب في هذه اللحظات ولس اللاعب جميلها من هناك أوكي زياش أن وسجله هيا كرسيلا يا احسن العمل لحد الآن فإننا نقوم بمحاولات جيدة جدا في هذا اللقاء أوكي أوكي إضغطوا أحسنت أحسنت خذ الكرة يا حبيبي كن عندها بالهمدى خذ ذهبت معي يا سين أوكي أنا ذاهب للجناح ذاهب للجناح يا سلام يا سلام يا سن هرب يا حبيبي يا سن هرب من الجيد أن يكون عندكم لاعب رائع مثل يا سن خد وناس وئية كنتناء الم τقولين mat hijene لنُسجيل نصفة وئية على إيران هذا ما سيحدوش إذا لعبتم مع المنتخب المغربي لكن معالأسف شديد لم يتم إستدعاء الكهئ لألعاب معهم لهذا السبب أتوقع بأنهم سيخسرون وين يتعالوا أوكي اوكي اوكي احسنتم احسنتم بالنسبة لي أنا أسجلي لهذا الفيديو ولم يبدأ كأس العالم بعد من الممكن أن أن أنشره وسيكون قد تملع بضعة مبارك في كأس العالم وهذا صراح شيء آدي لا تقلقو قورا هوايج بيننا القيام الأن أحسنت بل هناق لا Blez تي عاطتي يا Blez اوح تعرضي احسنت اوح أمسقدها يا مونير هذه قليلة كانت ضوㅎ تح Answer أعيدها الوراء هي تعرضيق من هناك eling ه demais سأعتقال من لنكن من المستنة معنى اعتقدت بأنني محاولة انها لم اسجله. من الممكن ان افعل بضعة تغييرات اذا لم انجح بطبيعة الحال. في تسجيل هدفي الشوت الاول الشوت التاني ساقوم ببضعة تغييرات. اضغطوا. احسنتهم. وراء ذهبت. خذ يا صديقي انت. جميل. لابت القرع عند يا سين في الجناح. ساحاول الهرب. دفاع عند الايرانيين خطير جدا. مكتف. مرات الان خذ العرض اياه. دمره. احسنت. هيا. هيا. لا يوجد اي مشكل. خذ. مرات. من هناك تزيده. يا سلام يا سلام خذ الباس. من هناك. واخيرا استطعنا تسجيل هدف. يا سلام عليك المهدي كارسي اللي يسجل هدف الدقيقة الـ 45 من المباراة. هنا مرات. سدت. لمسكها بها الحارس. أعطيت الباس. والمهدي كارسي اللي استطعت تسجيله. اخيرا. اخيرا فعلناها. ونهاية شوت الاول. نحن فائزون الان واحد لسفر. لابنا بشك جميع جدا في هذه للمباراة والحمد لله استطعنا تسجيل لدف. الان ما علي فعله فقط هو الضغط. احسنتهم خد الباص. يا سلام يا سلام يا سين يا سين لقد رأيتك. ها هي. عرضية جميلة لجناح. مر مرة يا سين. اوكي. مرة مرة اخرى. من هناك. اردت مراوغاتهم لكن ما لازم. اخذوا اميني. سنحاول الذهاب الان للجناح. شافيق شافيق ارجع. احسنت يا شافيق. احسنت. ممتاز ممتاز. اضربها. اضربوها. كده ان يسجل عنا هذا اللايب. الحمد لله الحارس الخاص بي ف شافيقها. لهذا السبب استطاع صد تلك الكرات. هيا هيا اضرب اضرب بالرأس. مشكل واو. الايرانيون خطيرون جدا. علي الحضر كثيرا اثناء تعاملي معهم. حسنا. لهبت الكرة لجناح لحد الان فاننا فائزون بواحد لسفر. فريق ايران فاننا ليس بالقوي لهذا السبب. من الممكن ان نفوز. اوكي اوكي اوكي. حسنا مرارت خد. يا سين امسك الكرة الان. يا سلام يا سلام. اوه اخدها مني. لكنني اعتوى اوه خرجت. من الجيد صراحة انني قمت بشطوير نفسي. اث اثناء لعبنا بيال ليجند. لهذا السبب لقد استطعت استدعاء نفسي مع المنتخب وساقوم بمساعدته. وان شاء الله سنحاول الفوز. خد يا صديقي. احسنت 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 احسنت. هاربت. من هناك. يا سلام يا سين. اوه كنت ان اسجل الهدف. خد الباس الباس عند شافيق. ذهابت عند الاحمدي. احسنت يا الاحمدي. خد كارسي الله هرب كارسي الله هرب. كارسي الله فان سريع هرب. ممتاز ممتاز. الاحمدي. اوه جاءوا جاءوا جاءوا. اخدوا الكرة. الان يجب علينا العودة للد بالنسبة لخطتي فانني العب كثيرا على الهجوم. لهذا السبب علي الحضر اثناء استقبال الكورة عادت عندي. ذهبت عندها فيضال. اوكي. عندي الان الكرة. احسنت سأحاول المرار. يا سلام يا سلام. من هناك تزيد يا سين. احسنت احسنت. كرة جميلة جدا. ضع رضي الان من عند زياش. جميل جميل جدا. من هناك يا حبيبي. اوكي اوكي اوكي. كرتي 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 لا تقلقوا. انا جاي 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 جاي. كرتي يا حبيبي احسنت احسنت. خد الباس. مع الاسف الباس لم يا مر. يضغطوا. احسنت احسنت. اوه. ضربت خطأ. جميل جدا. ضربت خطأ. اعطيه اعطيه الورقة السفرة. نعم اعطيه الورقة السفرة. احسن العمل. خد الباس. انا هو الشخص الذي سيقوم بتسديدي اصيقى ضربة الخطأ لذلك. لا تقلقوا. الكورة ذهبت. احسنتهم. خد. ممتاز. الكورة عند ياسين مرة اخرى. يبتعد. يبتعد. احسنت. احسنت. ذهبت. هربت. مررت. اوه. ضربت. اوه. يا سلام. ضربت جزائيا حبيبي. يا سين استطاع لحصول على ضربة جزاء. لفائدة المنتخب الوطني المغربي. شو 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 شو. يتشكوني للحكم. شو 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 شو. معررت يا حبيبي. واستطعت صيد ضربة جزاء. استطعت ضربة جزاء للفريق. انا من سيقوم بتسديد ضربة الجزاء اكيد. حسنا. هيا. اتمنى ان تدخل. اتمنى ان تدخل. واستطعت يا اصيقى تسجيل ضربة جزاء. يا سلام عليك. اول هدف مع المنتخب المغربي في كاس العالم. يا سين يسجل الهدف. اثنين لصفر. شو 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 شو. كيف في فالتون. لم يفهم في ذلك الحارس اي شيء. اعتقد بانني سأسدل الكرة في الوسط لهذا السبب. لم يرتمي لأي جانب. النتيجة الان اثنين لصفر يا حبيبي اثنين لصفر. لم يتبقى الكثير. اذا تعادلنا فقط في مبارياتنا القديمة فاننا سنتأهل. مع لي فعله فقط هو التعادل. مع اسبانيا وكذلك البرتغال. وسنتأهل. الكرة عندي. مررت. من هناك يا حبيبي. مررت مرة اخرى. احسنت احسنت خد. لم تمر لبص. من الممكن انني راوى وقت كثيرا. يا هذا السبب لم استطع استغلال تلك الفرصة كانت فرصة رائعة. كرة جاءت عندي. خد بطيب عنده بالهندة بطيب. اوه. عادت اعادة البص لما ما نرى تلك البص مئة في المئة وكل人 سيسجل هذا. يضغطو. يا سلام. كرة عادت. بالهندة يا حبيبي. عنده بطيب. خد. لمهدي كرسيلا. بطيب مرة اخرى. عدها الوراء. جميل جدا. حاكم زياش. خد يا حبيبي. لا عمدي. ابو طيب. عنده ياسين. بيار مولنكو. مررتك بقى رايير مولينكون ممتاز العرضية من هناك حاكيم زياش بس أنا أسجلهم تاكياد طاقة في تلك اللحظات كانت رهيبة لم يفهموا فيها أي شي العرضية الأن من عند زياش ممتاز أضيفكم لهم الهدف الآخر كادت الكرة أن توصيلي عندي ونهاية المباراة إنتظر على الفوز إثنين لنسفر في مبارتنا الاولى و pilgrim وavier باللقاء بسبعة نقاط البرتغال فازت على إسبانيا كيف فعلتها البرتغال فريق إسبانيا فإنه قوي عن البرتغال السعودية خسرت مع الأسف شديد كنت أتمنى لو أن السعودية فازت على روسيا لكن روسيا فازت عليها 1 صيفر مصر تعادلت مع الأوروغواي تقريبا فريق الأوروغواي فإنه هو الأقوى في مجموعة مصر ولقد تعادلت معها أحسنتي مصر تعادلت مع الأوروغواي نحن فزنا البرتغال فازت أين هي الفرق العربية الأخرى مدى فعلت تونس خسرت مع الأسف فازت عليها إنجلطيرا 3 صيفر كنت أتمنى لو أن تونس فازت كذلك لكي تجاهل أغلب الفرق العربية لحد الآن فإننا نحن الأوائل في الترتيب مركزنا هو الثاني البرتغال في المركز الأول والمباراة القادمة أنا متأكد سنعب ضد البرتغال نعم سنعب ضد البرتغال لكنني سأودعكم يا أصيقاء أتمنى أن حلقة اليوم أعجبتكم في الحلقة القادمة سنعب مباراة ضد البرتغال ومباراة ضد إسبانيا يعني مبارتين في حلقة واحدة في حلقة اليوم قمنا بإنشاء المجموعات بدأنا كأس العالم لعبنا المباراة لإفتتاح يد الضائران فوزنا بها قمنا بالعديل من الأشياء في حلقة اليوم لهذا سأودعكم أتمنى أن حلقة اليوم أعجبتكم لا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع صدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة